دائما هي الشموع الحمراء الشموع الحمراء اللي وصلت النادي الاهلي الى ما هو عليه الان المهندس مراد فاهمي اهلاوي ساهمة في نشأة الكاف عشان الناس اللي بتتطاول وتتكلم تعرف انه لما الاتحاد الدولي لو كورت القدم مؤخرا اصدر نتائج التحقيقات واوقف وعاقب ومنع احمد احمد رئيس الكاف الكل تذكر بالخير الراحل الجميل النبيل العظيم الشاب عمر فاهمي حتى الاستاذ جلال دودار الكاتب الصحف الكبير كتب مقالته في الاخبار في انصاف عمر فاهمي وانه ازاي هذا الشاب المصري كافح الفساد وكان جريء جدا وهو في موقع المسئولية في الاتحاد الافريقي انه يقدم بلاغاته ضد وقاع فسد الموجود للأسف الشديد وصفه النفس الشخص الذي فجأة تحول الى هعني شيء الفاسد ابن الفاسد مش عارف ايه نفس الشخص نفس الشخص اللي بيبهرنا كل يوم بجانب من شخصيتهم وكناش شايفينه صحيح سيس جلال دودار زي ما قلتلكوا في انصافه العمر فاهمي فكرنا مش بس بالمهندس مصفى فاهمي والد عمر مهندس مصفى اللي وصل رئيس قطاع المسابقات بالفيفا لا دا الأب بقى مراد فاهمي عائلة كراوية كبيرة بس في عائلات كتيرة أبازة فاهمي سليم خشبة الشعير عائلات كتيرة شعير عائلات كتيرة جونادي الآهل لعبت وساهمت في اللعب وفي الإدارة بأكثر من عنصر لكن مراد فاهمي تحديدا إسهاماته في تطوير الكرة المصرية وإنشاء الاتحاد الإفريقي ثم الضغط على الأندية المصرية أو إقناحها بالمشاركة في البطولات الإفريقية تخيال نادي البطولات الإفريقية انطلق تلاتة ستين حتى 76 الاهل بعيد عنها الاهل بعيد عنها ونتيجة يعني قناعات المهندس مراد فاهمي ستطعن يقنع مجلس الإدارة بالمشاركة تخيل انت 14 سنة الأهل لا يشارك في البطولات الرغم كده يختم القرن بلقب نادي القرن المهندس مراد فاهمي رئيس شرف النادي الأهلي نبذ عنه في هذا التقرير إذا كان الراحل عمر مصطفى مراد فاهمي هو آخر من ساهم في محاربة الفساد بالكاف بتسببه في إبعاد أحمد أحمد عن الكاف لمدة خمس سنوات فإن جده الراحل مراد فاهمي الأهلوي الكبير قد ساهم في نشأة الكاف وظهوره على مصرح الحياة عام 1956 وبينهما المهندس مصطفى مراد فاهمي ألبن لمراد فاهمي والأب لعمر مراد فاهمي اسم كبير في دنيا كرة القدم والإدارة تعرفه جماهير النادي الأهلي بصفة خاصة والجماهير المصرية بصفة عامة مراد فاهمي الذي ولد في الأول من يوليو عام 1910 بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في قطاع النشئين بالنادي الأهلي ولعب للفريق الأول في الفترة من عام 1930 وحتى عام 1938 وبعد اعتزاله اللعب تولى مهمة مدير الكرة بالنادي الأهلي ثم ترأس منطقة القاهرة لكرة القدم وكان عضوا بمجلس اتحاد الكرة المصري في الفترة من 1943 وحتى عام 1968 وسكرتيرا فخريا للاتحاد المصري من عام 1960 وحتى عام 1968 وتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر وقاد الفراعنة للتتويج بأول كأس أمم إفريقيا في التاريخ عام 1957 بعد تقاعده من التدريب أصبح مراد فهمي عضوا مؤسسا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتولى منصب السكرتير الفخري للاتحاد الإفريقي في الفترة من عام 1961 وحتى عام 1967 قبل أن يتولى منصب أول سكرتير عام متفرغ للكاف في الفترة من عام 1967 وحتى عام 1982 كما تم اختياره عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسا شرفيا للنادي الأهلي ومنحاه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الذكر المئوية لتأسيسه وسامى الاستحقاق الدولي تقديرا لجهوده في خدمة كرة القدم بالقارة الإفريقية ويذكر لمهندس مراد فهمي أنه نجح في إقناع مجلس إدارة النادي الأهلي عام 1976 بالمشاركة في البطولات الإفريقية التي لم تكن مجدية من وجهة نظر مجالس إدارات النادي منذ انطلاق البطولة عام 1963 وهو ما سمح لأندية الأولمبي والإسماعيل وغزل المحلة بالمشاركات الإفريقية قبل الأهلي ومن المواقف التي لا تنسى واتسم فيها مراد فهمي بالحيادية والنزاهة موقفه مع النادي الأهلي في بطولة دور أبطال إفريقيا موسم 1981 حيث تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة وبعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات وقتها رفض سكرتير عام الكاف وابن النادي الأهلي لاعبا وعضوا بمجلس إدارته تأجيل مباراته أمام فريق جيت تيزي أوزو الجزائري شبيبة القبائل حاليا لمدة أسبوع واحد حتى تعود الحياة لطبيعتها ويتم إلغاء حالة الطوارئ ووافته المنية ويرحل عن عالمنا في الأول من سبتمبر عام 1983 أثناء حضوره اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أبجان سيظل مراد فهمي ومن بعده نجله مصطفى مراد فهمي ونجله الراحل عمر مراد فهمي أسماء لامعة في تاريخ القرة المصرية والإفريقية ترجمة نانسي قنقر